طبعاً أنا لست من المناصرين لبلازخارت لكن إنهاء عمل اليدامي بهذا الشكل وبهذه الرسالة المقتضبة خطأ كبير وخطر كبير على العراق أنا أتذكر السيد هوشيارزي باري وزير خارجية في حينها وهو عميد الدبلوماسية العراقية الحديثة قام بجهد استثنائي وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لنقل العراق من الفصل السابع إلى الفصل السادس وبموجب الفصل السادس تم تشكيل يونامي في العراق الخروج من الفصل السادس وإخراج يونامي لا يتم بهذا رسالة مقتضبة وسيضر بسمعة ومصداقية العراق لأنه يونامي مثلاً تقوم بالمصادقة وبمراقبة الانتخابات خاصة ستكون هناك انتخابات في كردستان مهمة وخطيرة وانتخابات برلمانية في العراق أنا أعتقد بعدم وجود يونامي لن يكون هناك مصداقية للانتخابات وكذلك أضف إلى أننا نعلم أن 800 شهيد تم قتلهم من قبل ميليشيات وأطراف أخرى كما يسموها الطرف الثالث في ثورة التشرين لم يعاقب أي من مرتكبية هذه الجرائم وهذا ما يدلل على أن العراق غير جاهز كما تقول الرسالة العراق غير جاهز أن يكون لوحده بدون وجود محايد مثل وجود الأمم المتحدة وهي منظمة دولية لها قيمتها ولها أيضاً ثقلها الدولي لإضافة مصداقية إلى العراق لكن سيد انتفاض الحكومة تبرر طلب إنهاء عمل يونامي في العراق بأن البحثة الأممية لم تفرق بين وجهة نظر الحكومة ووجهات نظر أطراف غير رسمية هل يوعد ذلك مبرراً كافياً لإنهاء عملها في العراق؟ لا طبعاً أصلاً الصواريخ لا تزال تنطلق من العراق باتجاه دول أخرى وكل يوم نرى الميليشيات المنفلتة الحاملة للسلاح والصواريخ والمسيرات تضرب حق الغاز في كردستان تضرب دول أخرى من العراق هذا يتخالف مئة بالمئة مع محتوى الرسالة أن العراق أصبح وضع مستقر العراق لو كان وضع مستقر لما خرجت صواريخ من هنا وهناك بين حينة وأخرى لضرب دول أخرى ولضرب أقليم كردستان إضافة إلى الاعتقالات والاختيالات التي نراها كل يوم بالكواتم في التلفزيون وإضافة إلى وجود ميليشيات مسلحة بدون سيطرة الدولة ووجود حالة جريمة كبرى كل هذا لا يدلل على ما تقوله الرسالة أن العراق أصبح باستقرار وأعتقد هذه الرسالة فيها الكثير من الوهم نعم سيد انتفاض تأكيد على كلامك بأن الوضع غير مستقر وهناك خروقات طيب سيد انتفاض خروج بعثة الأمم المتحدة يثير القلق داخليا من إمكانية تفرد الإطار التنسيقي والفصال المسلحة بالسلطة هذا الجانب كيف يمكن أن يعالج هذا الانطباع في واشنطن وهذا هو الواقع ما قلته مهم جدا هناك شعور في واشنطن أن الأطراف القريبة من إيران تريد إخراج الأمم المتحدة تريد إخراج القوات الأمريكية من العراق تريد إخراج القوات الأجنبية من العراق والتي هي بدعوة من الحكومة العراقية وتساعد الحكومة العراقية في حربها على داعش وكذلك الأمم المتحدة لكي يخلو الجو لهذه الميليشيات للامتراد بالشعب العراقي هذا الشعور وهذا التخوف موجود وواقعي وهناك ما يثبته من اغتيالات كل يوم نسمحه من اعتقالات قصرية من تعذيب نسمح به من إطلاق صواريخ من العراق دون محاسبة من يطلقون هذه الصواريخ أو وضعهم للمحاكمة من قتل من تهجير كل هذا لا سيحصل ويبدو أنه الانطباع العام في واشنطن وفي الأمم المتحدة أن هذه محاولة لكي يخلو الجو للإطار التنسيقي للانفراد بالسلطة والانفراد بالاضطهاد الشعب العراقي سيد انتفاض على خط هذه الأزمة السفيرة الأمريكية تدخلت وناقشت ملف إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة مع وزير الخارجية العراقي هل هذا يعكس أن الولايات المتحدة تعترض على هذه الخطوة؟ خطوة الحكومة العراقية بإنهاء عمل يونامي؟ يعني الولايات المتحدة أنا عندي علم أنه معترض على الخطوة ولكن ليس الولايات المتحدة الأمريكية كل المجتمع الدولي الولايات المتحدة الأمريكية هي من أكبر الممولين للأمم المتحدة يعني لو سحبت في يوم ما الولايات المتحدة الأمريكية تمويلها للأمم المتحدة قد تسقط وجودها على أرض أمريكية في نيويورك إضافة إلى أن المجتمع الدولي كلف الولايات المتحدة بشكلنا وبآخر أن يقوم بالسعد مع الحكومة العراقية نحن نعلم أن الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية ممتاز وهو يفهم خطورة الموضوع ويعمل لمصلحة عراق أنا أعتقد هي ليست مسألة لو أذرع هي مسألة ما هي مصلحة عراق أنا أعتقد ليس هناك مصلحة للعراق والشعب العراقي بالذات بخروج يونامي وخروج القوات الأمريكية في هذا الوقت الحرج عطفا على كلامك بعد طلب الحكومة العراقية وكما ذكرت قبل قليل قرار مجلس الأمن وهو تشكيل فريق استعراض استراتيجي لبيان الحاجة إلى استمرار عمل البعثة ولكن سيد قنبر دعني أسألك سؤال ماذا لو رفض مجلس الأمن تقليص عمل البعثة الأممية يعني العراق ملزم بالعراق يعني خرج من معاسي احتلال الكويت والعقوبات ضد النظام صدام الدكتاتوري من خلال احتلال الكويت اضطهاد الشعب العراقي تلتها حرب أهلية طائفية تلتها حرب داعش العراق لم يخرج من هذه المصائب لحد الآن والميليشيات تزيد من الوضع سوءا كل يوم لأنها رغم وجود نوع من الاستقرار والسكينة في بغداد وفي المدن العراقية وجود الميليشيات وضربها بصواريخ لأماكن مثل كردستان ودول خارج العراق يبين أن هذا الهدوء هو هدوء حش وهو هدوء ممكن أن ينهار ووجود إضافة إلى مسألة الانتخابات ومراقبته ووجود يونامي قد يكون أو خروج يونامي قد يكون سابق لأوان الان طيب سيد قنبر أود أن أسألك سؤال أخير هذا الطلب طلب الحكومة العراقية بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة هو يشبه كثيرا طلب الحكومة بمغادرة القوات الأمريكية عام 2011 هل للجانب الإيراني تأثير في هذا القرار؟ بالتأكيد هناك تأثير لأن هذه الفصائل والجهات التي تدفع ضد يونامي وتدفع ضد يعني إحنا ليش نروح على 2011 نروح إلى الآن هناك فقط 2500 جندي أمريكي مستشار يقوم بمساعدة العراق في حرب ضد داعش وفي استقرار الأمل يريدون إخراجه وأعتقد هذه دوافع تأتي من أطراف واضحة هي قريبة إلى إيران ولا تتصرف أي تصرف من هذا الشكل بدون التنسيق وأخذ الأوامر من إيران ولذلك أنا أقول حتى للجانب الإيراني وبكل صدق أن خروج القوات الأمريكية وخروج يونامي قد يبدو براقا لإيران ولهذه الميليشيات ولكن عواقبها ستكون وخيمة وستخلف الاستقرار في العراق مما سيؤثر على محمد الشياء السوداني رئيس الوزراء نفسه ومما سيؤدي إلى انحدار في الاستقرار وتهدم في الأمن في العراق نعم انتفاض قنبر رئيس منظمة حماية الكرد كيباك شركة جزيلة شكر ترجمة نانسي قنقر